تبلغ مساحة المثلث في الأسفل 75 وحدة مربعة جد طول الضلع X أوقفوا الفيديو وحاولوا إيجاد الجواب بأنفسكم لديكم المعطيات التالية في السؤال مساحة المثلث 75 وحدة مربعة طول هذا الضلع 11 وطول هذا الضلع 10 وهو يمثل ارتفاع المثلث إذا قلبتموه بهذا الشكل هكذا يصبح الحل أسهل لاحظوا أن X هو قاعدة المثلث وتعرفون ما هي العلاقة بين الطول والعرض والارتفاع والمساحة في المثلث المساحة ونرمز لها بحرف A تساوي 1 على 2 ضرب القاعدة التي نرمز لها بالحرف B ضرب الارتفاع ونرمز إليه بحرف H A تساوي 1 على 2 ضرب B ضرب H A تساوي 75 القاعدة هي X والارتفاع هو 10 ولستم بحاجة للرقم 11 ربما أعطاكم إياه السؤال لاختبار تركيزكم إذن 75 تساوي 1 على 2 ضرب X ضرب 10 يمكنكم ترتيب المعادلة بالطريقة التالية 1 على 2 ضرب 10 تساوي 5 75 تساوي 5 ضرب X ما هي قيمة X؟ هناك أكثر من طريقة للحل ما هو العدد الذي إذا ضربتموه في 5 تحصلون على 75 5 ضرب 10 تساوي 50 ويبقى لديكم 25 لتصلوا إلى 75 إذن 5 ضرب 15 يساوي 75 الطريقة الثانية هي أن تقسم الطرفين على 5 5 ضرب X تقسيم 5 5 يساوي X و 75 تقسيم 5 5 يساوي 15 إذن X تساوي 15 يمكنكم التحقق من هذا الجواب باستخدام معادلة مساحة المثلث أي القاعدة ضرب الارتفاع ضرب 1 على 2 A تساوي 15 ضرب 10 ضرب 1 على 2 A تساوي 75 الإصدار 12 14 15 16 16 17